اهلا بكم في حلقة هذا الاسبوع من طاقة بلس مخاوف الركود تعود لتضغى على تعاملات النفط والغاز المسهل يدخل دائرة المزاحمة بين اوروبا واسيا إلى العنوين النفط الخام يفقد كافة مكاسبه المحققة بعد قرار اوبيك بلس بخفض الانتاج طوعيا التقلبات تضغى على تعاملات الخام والمستمرون يقيمون الركود والطلب الصيني وفيما تؤكد البيانات تراجع وردات اوروبا من الغاز الطبيعي في الربع الأول تقارير جديدة تتحدث عن احتدام المنافسة بين آسيا وأوروبا على الغاز المسهل مع دخول فصل الصيف إذن شاهدت أسواق النفط خلال الأسبوع الماضي المزيد من الضغوط مع عودة المخاوف المتعلقة بالركود إلى الأسواق لكن ما هي العوامل التي ستسهم في تحركات النفط خلال الفترة القادمة؟ محركات أسعار الخام تتركز في الفترة المقبلة على ثلاثة عوامل رئيسية العامل الأول هو مستويات الطلب العالمي على الخام وتحديدا في الصين تتفاوت التوقعات حيال مستقبل الطلب الصيني على النفط يعني على الرغم من بعض البيانات الإيجابية مثلا صدور بيانات النتج المحلي الإجمالي في الربع الأول والتي جاءت أفضل من المتوقع لكن الإنتاج الصناعي والستثمارات الأصول الثابتة لم ترقى إلى مستوى البيانات المتوقعة وبالتالي لم تعزز أسعار النفط كما كان مفترضا هذا يجعل الرؤية غير واضحة تماما تجاه هذا العامل أو عامل زيادة الطلب من الصين العامل الثاني هو مستوى إنتاج تحالف أوبيك بلاس من النفط وتحديدا في ظل مسؤولية التحالف عن أكثر من 40% من الإنتاج العالمي من الخام آخر التصريحات حول ذلك كان على لسان نائب رئيس الوزراء الروسي أليكزاندر نوفاك الأسبوع الماضي والذي قال أن تحالف أوبيك بلاس لا يرى في الوقت الحالي حاجة لخفض إضافي الإنتاج النفط وأشار إلى أن المجموعة قادرة دائما على تعديل سياستها ثالث العوامل هو مستقبل التجديد النقدي في الولايات المتحدة واحتمالات الركود بالتبعية العديد من التقارير بدأت بالحديث عن تعليق الفدرالي لزيادة أسعار الفائدة بعد رفع مايو هذه هي توقعات السوق آخر رفع حالة الضبابية وعدم اليقين أيضا تسود حيالة مستقبل الاقتصاد الأمريكي هل سندخل في ركود أم لا بالتالي هذا قد يحمل أو يحمل بالفعل تدعيات سلبية على النفط يعني أدى إلى الموجة البيعية الأخيرة أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة لازالت مؤثرة على الأسواق توقعات أنها ستبقى مرتفعة لفترة أطول قد تدعم ارتفاع الدولار والذي ينحكس بدورها على أسعار الخامات الرئيسية لارتباطها طبعا بإلاقة عكسية مع العملة الأمريكية في حال عودة قوة الدولار هذا سيخلق حتما ضغوطا إضافية على أسعار الخام في أحدث توقعات البنوك جي بي مورغن توقع أن ترتفع أسعار النفط بمجرد أن يتوقف الفدرالي أن يرفع أسعار الفائدة قال أن برينت قد يبلغ 94 دولار للبرميل في الربع الأخير من العام الجاري أما جولدمان ساكس فأيضا عدل توقعات أسعار النفط وأعاد مستويات 100 دولار للبرميل إلى الواجهة ويتوقع وصول النفط إلى 100 دولار بحلول شهر أبريل من العام القادم في ظلم ما تقدم يبدو السؤال الأبرز ما هي النقطة أو العمل الرئيسي الذي سيسهم في تحركات النفط في المرحلة المقبلة أي أحداث قد تخرجه عن طاقه العرضي المستمر منذ مطلع العام أو هل هو خرج بالفعل عن هذا النطاق أو هل سنعود إليه الكثير من الأسئلة سأطرحها على ضيفتي من لندن ليديا جالاراتي المحللة للأسواق نفط في أنرجي أسبيكت أهلا ومرحبا بك معنا جوليا الأسعار الخام والموجة البيعية الأخيرة يعني مخاوف الركود للاقتصاد الأمريكي بدأت هي التي تكون محرك رئيسي للأصول ذات المخاطر المرتفعة في الفترة الأخيرة ووضح أنها أيضا تلقي بظلال ثقيلة على أسعار الخام لكن هل ستعود أيضا نقطة التوازن من جديد يعني هل الأسعار يمكن أن تجد لها نطاقا سعريا في نفس النطاق السابق أو الذي بدأنا به العام أن تتعرض لمزيد من الضغط المشكلة هي أننا نعتقد أن الحركة السعرية التي رأيناها في الأيام والأسابيع القليلة الماضية لم تكن قائمة على الأساسيات على الإطلاق بل كانت ناتجة عن المعنويات السلبية والتدفقات الاستثمارية وحاليا الكثير من الناس في السوق يفسرون الحركة السعرية السلبية في الأيام القليلة الماضية على أنها إشارة على ضعف الطلب أو أن أوبيك لا تطبق الخفض المتوقع لكن هذا الكلام ليس صحيحا ومع ذلك هذا الكلام يضغط على المعنويات وبسبب هذه النظرة الاقتصادية السلبية من الصعب أن نرى زيادة أو أن نتوقع زيادة في أسعار النفط في الربع الحالي بل ربما نرى المزيد من الهبوط في الأسعار ولكن بسبب الخلفية الاقتصادية البنيوية ووضع تدفقات المالية هذا هو السبب وليس الأساسيات هي السبب وبسبب ذلك نحن نعتقد أن النصف الثاني من العام سيكون شضع مختلف بعد أن تصبح الأساسيات هي ما يحرك الأسواق ونتوقع للأسعار أن ترتفع فوق المئة دولار في النصف الثاني من العام هذا السيناريو يتفق عليه أيضا الكثير من الاقتصاديين الكثير من المؤسسات المالية وطبع أن نفكر بهذه الكيفية أن في النصف الثاني تستراجع المخزونات سيزيد الطلب مع الفصل الصيف فستأخذ هذه التخفضات حيث التنفيذ لكن هل نضع فيها الاعتبار الوضع القائم أنه ربما النصف الثاني من العام يشهد ركودا تقنيا مثلا أو دخول الاقتصادات الأمريكية أو اقتصادات أخرى في ركود لأن السياسة النقدية المتشددة حتى الآن لم تنعكس أثرها بالكامل على الاقتصاد فهل تأخذين هذا في هذا السيناريو تأخذين ذلك بعين الاعتبار نعم نأخذ هذا الأمر بالحزبان في السيناريو وكنا من بين قلة ممن توقعوا أن يحصل ركود في أمريكا وأوروبا في توقعاتنا للطلب على النفط منذ أكثر من سنة وهذه الأرقام المحافظة للطلب ما تأخذ موضوع ركود بالحزبان ومع ذلك فإننا نتوقع للتوازن أن يشهد تضيقا خلال فصل الصيف لأن ضعف الطلب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يواجه تعافي قوي في الطلب في آسيا وتحديدا بقيادة الصين بعد أن أعادت فتح أبوابها في أعقاب الجائحة وهل برؤيتك الآن للطلب الصيني والبيانات الاقتصادية القادمة من الصين هل تتوافق مع ما كنا نتوقعه أو كانوا يتوقعه الكثير من الناس يعني من عودة الاقتصاد الصيني بعد فتح الاقتصاد وبعد فترة كبيرة من هذه السياسة صفر كوفيد البعض يقول أن البيانات لا ترقى للمستوى المطلوب عودة الاقتصاد الصينية ليست بنفس قوة التوقعات فهل نظرتك مختلفة حيال هذا الأمر؟ من الصعب القول أن التعافي ليس قويا وخاصة إذا نظرت إلى أرقام شهر مارس وأحدث البيانات الطلب على النفط لشهر مارس الطلب على النفط ارتفع ب13% على أساس سنوي وهذا رقم مرتفع مستوردات النفط ارتفعت بمليون سبعمائة ألف كورنيل يوميا على أساس شهري في مارس وهذه بيانات قوية جدا وإذا نظرت إلى البيانات بمجملها فإن البيانات تشير إلى نمو بالناتج مهلي الإجمال سيكون بستة ونصف في المئة وبالتالي هذا يشير إلى تعافي قوي في الصين بالطبع ستكون هناك قطاعات تتعافى بوطيرة أسرع من غيرها وتحديدا التنقل والخدمات هي أصلا حققت قفزة أما قطاع التصنيع والقطاع الإقاري فيواجهان مشاكل لكننا في طريقنا إلى تسجيل تعافي قوي بالتأكيد طيب يعني كيف نفسر أن البيانات الحالية الأخيرة بالنسبة للأصين دعني مثلا مع بيانات الطلب على الوقود وأعداد الرحلات الضخمة المتوقعة للأصين يعني بالمفترض أن هذه البيانات تنعكس إيجابا على الأسعار مع ذلك تفوقت مخوف الركود وأدت إلى تراجعات كما تفسيرك هذا الأمر يعيدنا إلى ما قلناه قبل قليل وهو أن الحركة السعرية لا تعتمد على الأساسيات لأن الأساسيات كما قلت قوية لكن الحركة السعرية كانت مرتبطة بظروف مالية لا علاقة لها بالأساسيات والكثير من المشاركين في السوق يراقبون الحركة السعرية ويتجاهلون ما يحصل مع التدفقات المالية كان هناك بعض العقود المرتبطة بالجوانب المالية والكثير من الناس يراقبون الحركة السعرية ويفسرونها على أن تظهر علامات على الضعف في الطلب وهذا ليس صحيحا أنا أشكرك على هذا التحليل ليديا جلارتي شكرا جزيلا لك على هذه التحليلات إذن نتابع في طاقة بلس أيضا بعد الفاصل وفي ظل التنافس الأسيوي الأوروبي المتوقع خلال الصيف كيف ستتحرك أسعار الغاز خلال الأشهر المقبلة أظهرت آخر البيانات الاقتصادية تراجع ورداد دول القرى الأوروبية من الغاز الطبيعي المنقول عبر خطوط الأنابيب بنسبة 37% خلال الربع الأول من العام الجري هذا وسط استمرار المساعي الأوروبية للاستغناء على الغاز الروسي وتأمين عدد من البدائل التي بدأت منذ طبعا من دلاع الغاز الروسي لأوكرانيا وتراجع كان من وصفته بعض التقارير بالحاد لمشمل خطوط الغاز القادمة إلى القرى الأوروبية من روسيا والنرويج والجزائر هذا التراجع في وردات الغاز الطبيعي عبر الأنابيب يقابله ارتفاع في وردات الغاز المسال حيث ارتفع إجمالي وردات القارة الأوروبية من الغاز المسال بتسعة فاصل ثاني بالمئة في الربع الأول من هذا العام 2023 لكن السؤال المطروح هنا هل ستشهد أسواق الغاز المسال مزاحمة أوروبية أسيوية في الفترة المقبلة التوقعات تشير إلى أن مستويات الطلب على الغاز المسال في آسيا وتحديدا في أجزاء من الهند وتايلند وبنجلاديش والصين ووصولا إلى أوروبا سترتفع بشكل كبير خلال أشهر الصيف المقبلة والتي يتنبأ البعض بارتفاع درجات الحرارة فيها بأعلى من المعدلات السنوية المعتادة وتحديدا في المناطق الواقعة ضمن نصف الكرة الأرضية الشمالية هذا ما سيقود زيادة في الطلب على الطاقة والغاز المسال في ظل التنافس الأسيوي الأوروبي المتوقع كيف ستتحرك أسعار الغاز خلال الأشهر المقبلة؟ هذا هو السؤال وسأطرحه على ضيفي من لندن مات درينكووتر مدير قسم تحليل أسواق الطاقة والغاز في أربوس مات أهلا ومرحبا بك يعني موسم الشتاء مرة وكان الشتاء دافئا الكثير من الدول الأوروبية لازالت لديها مخزونات في مستويات مرتفعة متوسط جيد تقريبا 56% يعني كمتوسط حتى الآن نسبة للمخزونات ولكنها ستعود إلى ملء هذه المخزونات في فصل الصيف إذا جاء فصل الصيف أكثر حرارة وكانت هناك مزاحمة من الأسواق الأسيوية على الغاز المسال هل تعتقد أنه يمكن أن نشاهد ارتفاعا في الأسعار؟ مرحبا وشكرا على استضافتي خلال فصل الصيف هذا لا يبدو أننا سنرى منافسة كبيرة بين أوروبا وآسيا السبب الأول لذلك هو أن المخزونات عالية في أوروبا حاليا الطلب على حقن الغاز أقل مما كان عليه العام الماضي أو أدنى مما هو عليه الحال في المتوسط لخمس سنوات وبالتالي أوروبا على ما يبدو ستكون قادرة على ملء الخزانات بطريقة مريحة في وقت من الأوقات في الربع الثالث من هذا العام وفي غضون ذلك هناك طلب ضعيف على الغاز الطبيعي المسال في شمال شرق آسيا وإنتاج الصين الغاز المحلي ارتفع في السنوات القليلة الماضية وهذا الأمر يضعف حاجة الصين إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج كما أن إجراءات تحسين كفاة استعمال الطاقة في اليابان تعني أن مستوردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال ستكون أدنى من متوسط الخمس سنوات إذن فيما تبقى من هذا الصيف على الأقل المشكلة تبدو أقل حدة فيما يتعلق بالتنافس على المعروض النادر بل السؤال هو ما الذي سنفعله في المعروض في أغسطس وسبتمبر طيب إذن الصورة بالنسبة لك يعني هي مغيرة لهذه التقارير التي ربما تتحدث عن منافسة في الشراء الغاز المسال بين آسيا وأوروبا لكن يعني بعيدا عن الدعم نتحدث عن اللونغ تيرما أو بعيدا عن الفصل القادم على وجه التحديد فكرة المنافسة على الغاز المسال طرح هذه الفكرة في حد ذاته أنت كيف ترى؟ بالتأكيد عندما نصل إلى فصل الشتاء وعندما ننظر إلى الزروة في الطلب عند نهاية العام ساعتها يمكن للمنافسة أن تحتدم هناك علامة استفهام كبيرة تحيط بالسرعة التي سينمو بها الاقتصاد الصيني هذا العام ولكن إذا كان هناك نمو اقتصادي سريع في الصين وزيادة في الطلب على الطاقة في الصين إضافة إلى برودة في فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي فإننا لن نكون أمام قدرة إنتاجية كافية للغاز طبيعي المسال لتلبية الزروة على الطلب في نصف الكرة الأرضية الشمالية في وقت واحد ساعتها قد نرى منافسة محتدمة وساعتها قد نرى زيادة في الأسعار أيضا ولكن حتى فصل الشتاء المقبل سنكون أمام وضع مقبول وهذا أمر مهم فيما تعلق بسوق الغاز حاليا وهو أننا قد نرى تقلبات هائلة فقد نرى أسعار منخفضة في نهاية فصل الصيف والخريفة قد نصل الأسعار عالية جدا في الشتاء إذا كانت الأساسيات بهذه الكيفية على المدى المنظور تؤدي إلى الضغط على الأسعار الجزء الطبيعي وفي احتمال أن يكون هناك دخول لعدة اقتصادات رئيسية حول العالم في ركوت في تقديرك هل يمكن أن نشاهد المزيد من الضغوط بالنظر إلى وضع الأسعار المنخفض والمتراجع للغاية الآن هل يمكن أن يكون هناك المزيد من الضغوط البيعية في وقت لاحق من فصل الصيف قد نرى ضغطا على الأسعار ويمكن أن تتراجع إلى مستويات أدنى وهناك سؤال مطروح بخصوص الديناميكية التي ستسود العام المقبل إذا كنا أمام شتاء قارس البرودة في 2024 فيمكن أن نرى سوقا فيها نقص شديد في الصيف في 2024 وساعتها قد تحتدم المنافسة وتزداد الأسعار وبالمقابل إذا كان الطخص غير بارد فقد نجد أنفسنا في وضع مشابه لهذا الصيف حيث نكون أمام مخزونات كبيرة والسؤال هل سيكون هناك ما يكفي من الطلب لاستيعاب أي معروض فائط في نهاية الصيف إذن سنظل نرى هذه الديناميكية المتأرجحة حتى نرى إضافة كبيرة في القدرة على التسييل في أواخر 2025 وبداية 2026 طيب وسؤال أيضا عن الاستثمار في البنية التحتية للجزء المسال في الدول الأوروبية وهذه كانت قضية مثارة العام الماضي أنه لا توجد بنية تحتية كافية لاستخدام أو استيراد كميات أكبر من الغاز المسال هل ترى التوجه في هذه الاستثمارات يمكن أن يستمر بنفس الزخم أم أنه بما أن الأزمة مرت فتقلت تلقائيا الحاجة إلى وجود المزيد منها مصانع رأينا قدرا كبيرا من الاستثمارات التي ضخت خلال فترة قصيرة جدا نسبيا كانت هناك منشآت إعادة تغويز ركبت في أوروبا بسرعة التوقعات تشير إلى أن حالات الاستعصاء التي رأيناها في الأنابيب في أوروبا في الصيف الماضي لاجب أن تحصل هذا الصيف بسبب القدرة التي أضيفت على الاستيراد لكن السؤال هو إلى أي مدى يمكن لهذه القدرة أن تكون مطلوبة في أوروبا بسبب التحول في مجال الطاقة نحو الطاقات الجديدة والتخلص من الكربون وبالتالي الاستثمارات الإضافية في القدرات الخاصة بالاستيراد يمكن أن تكون أصول لا يمكن استعمالها أو ليست مطلوبة وهذا لن يحقق عائدا جيدا للمستثمرين وبالتالي هذا قد لا يتناسب مع الطموحات الأوروبية في مجال المناخ هذه هي المعضلة التي تواجهها السوق حاليا وتحاول أن تتعامل معها وبعض المشاريع المقترحة المطروحة على المائدة ربما لن تنفذ شكرا لك على هذا التحليل شكرا جزيلا على وجهة نظرك في قضية الغاز المسال التي نصل بها مشاهديني إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من طاقة بلاس نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء في حلقة الأسبوع المقبل